مال الحلال ما بيطير بيرجع لصاحبه مرقت على خير بسيطة المحل لسه واقف بس هيخ صارة كبيرة لقلك بعوضة رح ضل اشتغل ليل ونهار قدير كيف صارت هالحريقة ما بعرف خلص انسى مرقت على خير بسيطة المحل بخير ما في داعي نخبر حدا ما بعرف مين عمل هيك بيبين بعدين لازم تعرف مين هذا حقك يلا انت روح لازم انا اشتغل بالمعش ماشي ليك طمن امي بتكون قلقانة ماشي جمال اي شكرا للك ولو يا اخي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تفضلي بدي معلقة شارة بقى ابني حاولت ايجي بكير اليوم لعندك عنا عرس بكرة بتصدق ما نمت الليل ايه تكرم عينك فيه كم موديل شو فيه تفضلي شوفي ليكي وفيها دول اذا بدك لا تلمسي الملعقة التي ظل قدير ينقشها طيلة الليل سقطت على الارض وكثرت كما لو انها مصنوعة من الجليد كيف صار هيك هي مصنوعة من الخشب لك كيف انكسرت الخشب ما بينكسر بلا بينكسر يا ابني ما نك شايف العين يلي راسمة ايه واضح انك راسمة بحب عينه صايبتك وانفدت بالمعلقة ايه ايه يتيابتو الراسل الله يعينها العمال يا امي عم يشتغلوا من الصباح ايه شو طالع بايدهم لقمة مغمسة بالدم خليني اعطيهم شوية اكل حرام خليوني اكلوا لقمة لكا نروح اعمللهم شوية اكل ومنبعتلهم ياهن مع اسمان تمام؟ تمام سمعت عن سيد المعالق اللي عم يحكوا عنه بالمدينة يا حاج اشهر من نار على علام اصدق عن قدير الشاب عايش مع امه ومقضي كل وقته بالشغل اذا اذا سألته عن حبه للشغل بيقلك انه الوان المعالق واشكاله بتخليه يبتسم اسمعت انه كل الناس بتمدح فيه معناها الشاب محترم ومو بس فنان صحيح الشاب مختلف عن يلي بعمره وعنده نظرة خاصة بالنسبة له الفن هو نمط حياة قدير حير معالمين المهني بسر الفن يلي عنده عظيم الشاب فريد ما شاء الله الله يكثر من امثال امين امين عن اذنك لازم اروحال الله معك يعطيكم العافية ولك فضيلة شو هم بتعملي عندك ولك شو هاد فضيلة فوتي لاجوة ولك لك شو هم بتعملي انتي فوتي لاجوة بسرعة فضيلة وانو خمارك لك شو جو لاجوة بسرعة وانو خمارك لك شو جو لاجوة بسرعة كاملو شغل كل وانو خمارك وليه ولك وان خمارك ليش خليت يا تكشف عن وشها والله يا بيك انا ما شفتها ولك مو قلتلك ما بدي حدا يشوفه وش منتي هاد من جهلة يا بيك بترجعك لا تضربه ايه فهمية لك هان اذا لسه بشوفها بهالمنظر ما تلومي إلا حالك ولا بيتلكم اتنين هاتكن فهمتوا لك داي فوتي لجوة لا تبتي اخ فضيلة اخ منك اخف اخف حجي ما شفتك لما اجيت كنت عم تحكي لا حجي ما حكيت مع حدا بلا كنت عم تحكي عم تحكي مع قلبك صار لي زمان ما قعدت انا وياك عم قضي وقتي بالمحل صارت هي المعالق كل حياتي تقريبا يا الله استنى شراب كاسة شاي صب بلي كاسي بس ما رح طويل بدي روح عند الحطاب الشتوية صارت على الباب ولازم أمن الحطابات ليش مستعجل؟ شراب الشاي وبعدين بتروح ما في داعت لحالي بيجي لعندكم بعدين اذا حسيت حالك مليت وبدك تحكي مع حدا كتوب على المعالق اكتوب عليهم؟ دائما الكلمة المخباية تقيلة والقلب بيضل ضعيف وما بيتحمل لهموم لك أخ منك أخ من عمايلك كيف بتطلع يكاشفي وشك؟ ما بتخافي من أبوكي؟ خلصنا بقى ما عادي يفيد البكة حمدي ربك إنه أبوكي ما قتلك بأرضك بيشو غلطت؟ يعني حرام تمشى بحديقة باتي؟ عم تحكي وكأنه ما بتعرفي أبوكي ما بده حدا يشوف وشك يا بنت ليش ما عم تسمعي كلامه؟ ليش؟ خلص أنا بعرفه لأبوكي منيح مستحيل إنه يعيد كلامه مرتين لهيك قوعك تعيدي هالحركة هايش تبكي بقى؟ عم تفهمي؟ عم تسمعيني؟ لك شو عم تعملي؟ لك شبكي أنت جنيتي يا بنت؟ اتضرب هيك عيشة ممنوع تمشى بالسوء ولا بحديقة باتي كمان شو بدي أحكي أنا يا بنتي؟ هاد هو قدرك لا لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس